يوم 18 ديسمبر 87 الآلي توج ببطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري للمرة الثانية في تاريخه كان فاز على الهلال السوداني 2-0 بعد التعادل زهابا بدون أهداف سجل هدفي المباراة الثعلب مدافع الهلال في مرماه وأيمن شوقي القناص المباراة الأخيرة في الملاعب هذه المباراة كانت اللقطة الأخيرة في الملاعب للكابتن محمود الخطيب آخر ظهور للكابتن محمود الخطيب في مباراة رسمية كانت في هذه المباراة يوم 18 ديسمبر 87 فوز الأهلي على الهلال السوداني 2-0 وتتويج الأهلي ببطولة أفريقيا أبطال الدوري فالو عليه الكمان